هناك بزاف من الناس اللي كيل ما ينوذ صباح يقول لك اوان راح نتك شوية قبل ما نخرج بمفهوم علمي هو انه كاين بزاف من الناس يحسوا بالخمول صوف لجورني ولكن ينوذوا صباح يحسوا بواحد الكسلة والفشلة الى غير ذلك وهذا بيان سير ناتجة على المجموعة من الأعمال اللي حنا نقوموا بها وقدرين نتفدوها ومن بين هذه الأعمال يعني والأكثر اللي نديروها هو انه نستعملوا الهاتف بكثرة بحيث انه الاشاعات الكهروميغناطيسية تعل هاتف سواء لكرون ولا تعرزو ولا تعال انترنت يأثروا بزاف على الخلايا العصبية ويأثروا بزاف على الجسم وعلى العينين ايضا مما يجعل يعني هذو الاشاعات تكون رسبونسابل تعهد الخمول اللي نحسوا بها الصباح وخاصة استعمال الهاتف في الليل قبل النوم بحيث انه الضوء يكون طافي والاشاعات الوحيد اللي يستقبله الكورتعنا هو الاشاعات تعهد الهاتف يعني كما قلت سواء الاشاعات التي تنبعث من الشاشات الهواتف ولا الحواسيب إلى غير ذلك وايضا الاشاعات الكهروميغناطيسية تعهد ريزو والانترنت وايضا هناك استعمال الكافيين بحيث انه يقول لكرون حسب الفشلان نروح نشرب القهوة نشرب القهوة إلى غير ذلك انه الكافيين يعني القهوة افيك اكسي رح تستطيع يعني اللي في انفاس دير العكس تعال الخدماتها هو انه تسبب هذا الخمول ولدينا ايضا اكيد الكسل عدم ممارسة الرياضة الاكل الزائد وخاصة الاكثار من السكرية ولدينا النوم المطول يعني انه الشخص كي نام بزاف يولي يحس بهذا الخمول يعني بخلصة القول هو عبارة عن اشياء حنا اللي نديروها ونقدروا نفادوها ولا نقللوا منها باش نحسوا بنوع من النشاط اصباح كالنوضو ولا ديرون لاجورني دونك اول شي هو انه نحاول يعني نقص من استخدام الهاتف في الليل ولا كيترقود حطوا موضافيون وخاصة نقص من الاشاعات اللي متعلقة بالريزو كيترقود ونتمنى بانه النصيحة قد افادتكم وللمزيد من النصائح اكيد المتابعة وديما نقول ونعاود الوقاية خير من العلاج